وهسا نروح لنتائج تصويت المرشحين بالحلقة الفاتس المرشح الأول شاكل حوراند عجل مجموعة المصوتين على مواقعنا الثلاثة يوتيوب وإنستجرام و تويتر 207363 199420 منهم لا يعني X المرشح الثاني سوها السياب عدد المصوتين على مواقعنا الثلاثة 19152 143261 منهم لا يعني X المرشح الثالث إخلاص الديليمي عدد المصوتين 20294 187520 منهم لا يعني X رابعا حركة حقوق عدد المصوتين على مواقعنا الثلاثة 468122 305965 منهم لا يعني X بس إحنا هنا منجمعنا نتائج حركة حقوق استغربنا بصراحة عجب حركة حقوق فازوا بتصويت تويتر و خسروا بإنستجرام و يوتيوب و فيسبوك معقولة جمهور حقوق برجوازيين و ما يتواجدون بس بتويتر من هذول الناس اللي يقول لك الفكرة ب 280 حرف و يروح طبعا بقى حقوق فعلا ينطوك الفكرة ب 12 حرف من تختلف وياهم أبنى من أطبع أعزائي المشاهدين فرق النسب الكبير بين التصويت على مواقعنا الثلاثة فيما يتعلق بحقوق خلانا نشك انه هم مسوين تصويت وهمي على منشورنا بتويتر و قررنا نتأكد من السالفة باعتباري مانع تضليل وهذا اللي ليقينا باختصار اللي سووا الكتائب على التصويت اللي طرحنا على تويتر هو رشق وتصويت وهمي حتقول شنو رشق و شنو تصويت وهمي و حتى ما أطولها عليك اكو شغلة يسمها مزرعة الحسابات الوهمية يعني انت تشتري مجموعة من الحسابات مقابل الآلاف من الدولارات و ينطوك لو حت تحكم بيها و انت بكيفك تسوي لايكات و ديس لايكات متابعات تصويت الى آخره بس اللي سووا الكتائب هو استخدامهم للمزرعة على تويتر و نسوي احنا عدنا تصويت بعد على انستجرام و يوتيوب و فيسبوك و فرق النسب اللي صار هو اللي طلع عدنا الليك و خلانا نسوي هذا التحقيق الرقمي لان ما معقول الناس تحبهم بتويتر و تكرههم على يوتيوب و انستجرام و فيسبوك و رح نطيك لأدلة على كلامي اولا من دخلنا على تحليل التغريدة مالة التصويت اللي بتويتر و راجعنا سجل البيانات مالته لقينا مشاهدات التغريدة ما تتجاوز ال 121 الف مشاهدة مع العلم عدد المصوتين اللي ظاهر بنتاج التصويت هو اكثر من ربع مليون صوت زيان هاي شلون تصير مو المفروض المشاهدات اكثر لان ما معقول اتصويت التغريدة و انت مشايفه انا اقول لك شلون تصير هاي تصير من عندك مزرعة للحسابات الوهمية اللي حتينا عنها قبل شوي وهنا موقع تويتر محسب المشاهدات اللي يجدت للتغريدة من المزرعة رغم هي بوتات شاركت بالتصويت ثانيا موقع تويتر محسب ان المشاهدات الحقيقية و بس لا وانما حسبنا التصويت الحقيقي ايضا ومن دخلنا للوحة الداخلية للتغريدة ما للتصويت على تويتر لقينا انه عدد المصوتين الحقيقي هو 7107 صوت فقط بين النعم واللا مع العلم مثل ما قلت لكم قبل شوية عدد المصوتين الظاهر هو اكثر من ربع مليون شخص زيان هاي شلون الجواب نفسه ما القبل شوية تويتر بسجل البيانات ما يحسب لك تصويت البوتات الوهمية الظاهر اللي باع تصويت وهمي للاخوة ما يدري احنا زعاطيت ثالثا حتى ما نظلموا الاخوة بالكتائب قررنا نتأكد اكثر ونشوفهم يستعملون طرق التصويت والتعليقات من مزارع حسابات لوهاي اول مرة وهنا جبنا فراش وقعدنا بصفحتهم على فيسبوك ودخلنا العدد من منشوراتهم اللي كان واحد منها هذا المنشور هذا المنشور علي هذا العدد من التعليقات اللي قدامكم ندخلنا وسوينا احصائية الى اكتشفنا النسبة الاكبر من التعليقات اللي تمدح حقوق هي صفحات وهمية تاريخ انشاءها شهر الثامن والتاسع وباقي التعليقات الناس من صفحاتهم الحقيقية دا يجروهم الزياجة ويحطون صور احمد البشير وراء ما كملنا احصائية التعليقات على هذا المنشور لقينا مبسحنا مكتشفين سالفة الصفحات الوهمية اللي يخلوها ترشق تعليقات لا حتى الناس مكتشفوا هذا الشيو دا يسوون منشنات الاصدقائهم ويكتبوا لهم شوفوا التعليقات الوهمية من بروفايلات تاريخ انشاءها قبل شهر وشهرين اخيرا مننا نقدر نفهم الترندات اللي صاعدوها يومية بتويتر وتلقاها 150 ألف تغريدة بشكل مفاجئة اشلون تصير بس نصيحة اذا كان عندك حزب أو فصيل لا تحاول تلعب ويا فريق رأس جمهوريتنا هيش لعبة لان راح تصير مضحكها قدام الناس بتقرير رقمي وبالادلة وبحسب هذا التصويت فجمهور الكتائب طلعوا بوتات يعني حتى تنافسهم بالانتخابات ما تسوي حزب تبلغ عليهم بابا افتهموا هذا التصويت اللي احنا نسوي ردنا اخذ رأي الناس الحقيقيين بي ما يصير تشترون اصوات وهمية حتى تفوزون واذا اشتريتوا راح نكشف الاصوات الوهمية لان هذا التصويت بي نزاهة وراح يكشف التزوير مو مثل الانتخابات العراقية شا الكتاب هاي شا الكتاب هاي ابو علي العسكري شبيرهم حسابه وهمي المقاومين مالتهم نصها اسماء وهمية ويأخذوا عليها رواتب من الحشد انتصاراتهم وهمية انو بسوين تصويت يريدين يشوف رأي الناس بهاي الحركات الوهمية ايجا ويساوا تصويت وهمي نازل انتخابات التولو نازل سكواد دابو خليل